انتلق اليوم موسم صيد في المسطح المائل بحيرة البردويل والتي تنتج العديد من الاسماك علية الجودة ذات السمع العالمية يأتي ذلك بعد اغلاق استهدف اتاحة الفرصة لتوالد وتكاثر الاسماك ونمو حجمها علاوة على استكمال اعمال التطوير لتحقيق مردود اقتصادي وبيئي وغدائي ها هي تنطلق من المرسى تخزو بحيرة البردويل من مرسى الترول في افتتاح اول موسم الصيد مراكب تحمل على ظهورها صيادين يسعون للقمة الحلال تحت شعار هو الاشهر والاصدق في عالم الصيد رزقنا والرزق على الله فيه تطوير داخل بحيرة البردويل تطوير بالتنسيق مع هاي القناة السويس التطوير ده بيشمل تطوير البوغيز البوغيز اللي هو وسيلة اتصال البحر بالبحيرة بنبتدن بقنوات الشععية داخل البحيرة فيه قنوات شععية رئيسية قنوات بتوصل حتى المراسم الكامل الغرض بالتطوير دوت اللي هو تحسين بيئة البحيرة البردويل بنوجه تحيد شكر وتقدير الى الوزارات المعنية اللي مشاركة معنا في تطوير بحيرة البردويل وتطوير الصياد مش تطوير البحيرة بس تطوير البحيرة وتطوير الصياد تطوير الصياد تلبيت مطالبه الملحة اللي هو بيحتاجها وعلى وجه الخصوص التأمنات الاجتماعية بطول يصل لـ 92 كم وعمق 6 أمتار وأكثر من 1200 مركب تتحرك في الصباح الباكر من ثلاثة مراس على مسطح البردويل التلال، إغزيوان، النصر ويعودون آخر النهار محملين بأنواع مختلفة من الأسماك مثل الدنيس والأروس وموسى والجنبري والكابورية موسم الصدق بأمر الله يعني إن شاء الله بين عليك ويس وممتاز إن شاء الله ربنا يكرم كده ونشوف الخير إن شاء الله إحنا والدمية عن الناس كلها إن شاء الله في أول شهر خمسة كده بنفتح موسم الصيد بحيث يكون الزريعة طبعاً وصلت للحقم المناسب لصيدها ويكون طبعاً الشباك مناسبة لإنها تصيدها لأن ما ينفعش نزل غز الأديق في بداية الموسم لازم يكون الغز المناسب لصيد الأسماك سمك أغلبيته بنزل من البحر من 15.5 وإنت طالع بيأخذ معاك من 5 من 6 سبعة تمانية تسعة عشر رغز شهر عشر ده بيقبأ في الإنتاج كتير إن شاء الله والجودة طبعاً السمك والبردول ده غنع التعريف يعني السمك مميز ما يقرب من 3000 صياد فضلاً عن العمالة المعاونة لهم ينتظرون افتتاح هذه البحيرة وذلك بعد إغلاق استهدف إتاحة الفرصة لتكاثر الأسماك ونمو حجمها علاوة على استكمال أعمال التطوير لتحقيق مردود اقتصادي وبيئي وغذائي البحيرة الأهم في شمال سيناء البردويل تعود للحياة مرة أخرى بأبنائها الصيادين بعد توقف دام لعدة أشهر بهدف استعادة نظام بيئي متوازن الذي يساعد على التنوع والجودة في إنتاج المحصول السمكي كاريم بيبرس التلفزيون المصري